السلام عليكم يا جماعة هالفيديو ان شاء الله بيتكلم عن بارت بي تكملعت الفيديو السابق بخصوص البروجيكت حق الكاستنج حق الترول سيستمز بنبدأ اول شي في الفيديو بنتكلم عن تاسك 1 كيف تطبيقه بيكون في الماتلاب وبعدها بنكملها ويا تاسك 2 ان شاء الله وبيكون هاذ نهاية البروجيكت اول شي بنرجع لبارت سي من تاسك 1 يتكلم عن لازم نطلع فاذا بنروح للماتلاب بارت في الماتلاب تطبيقه بيكون بسيط جدا اول شي عشان نحصل بالاصاحي لازم نكتب الترانسور فانكشن نفسه في الماتلاب فاحنا عندنا الترانسور فانكشن ما لنا هني اللي هو GV النيومريتر عندنا 0.03S بلس 1 فبنكتب النيومريتر هني 0.03 كوما 1 وبعدين عندنا الديناوميناتر S سكويرد بلس 0.7S بلس 0.3 اللي هو 1 0.7 0.3 هذي لبس يكونون الكو افشينت ما للس باورز فهني عندنا 1S هني ما عندنا S هني عندنا S سكويرد وما عندنا S فبالترتيب بنكتبهم عشان نحصل النيومريتر والديناوميناتر بعد ما نكتب النيومريتر والديناوميناتر منروح للترانسور فانكشن نفسه اللي هو بيكون بنسميه GV في هالحالة لانه GV اللي هو يساوي TF ترانسور فانكشن نيومريتر ديناوميناتر فهذا عشان بس نكتب طريقة كتابة الترانسور فانكشن في الماتلاب الحين عشان نجاوب على السؤال فيه فانكشن اسمه Damp هاد Damp فانكشن لو انه نطبقه بيطلع لنا المعلومات كلها اللي نحتاجها من ناحية ال Natural Frequency والRatio والPulse عشان نتشوفون بس لو سويت هاذا Copy Paste هني وضربنا Damp بنشوف عندنا Damping 6.39 نفس ما طلعناه Times 10 to the minus 1 نفس ما طلعناه سابقا يوم حليناه باليد والFrequency 5.48 نفس ما طلعناه Times 10 to the power minus 1 5.48 نفس ما حليناه سابقا طلعناه 0.5477 وحتى يعطيك Time Constant والPulse values الحين عشان نطلع ال Steady State Gain احنا بنروح لبارت D بعد ال Steady State Gain نقدر نطلعه من القراف نفسه و بنوصل لبعد شوي براويكم اياه بس نكمل لبارت D احنا بارت D يقول لنا Using the Results Evaluated in C Calculate the Following اللي هو Settling Time وال Peak Time فلو نروح للماتلاب للماتلاب عندنا شيء اسمه Step Info ال Step Info هاذا لو نكتبه بروحه بس هني ال Step Info بيطلع لكم المعلومات اللي تحتاجونها بخصوص Time وال Overshoot وال Peak اللي هو اللي تشوفونا عادة في الجراف لكن بيطلع لكم اياه من ناحية يعني كتابيا الارقام Specifically لو تشوفون اهني Settling Time عندنا 10.9228 لكن احنا مطلعينا كان 11.43 هو هذا شيء عادي لانه هذا ال Equation يكون Approximation وهذا يكون يعني مدقق زيادة فيه بس الفرقية بسيطة جدا نفس الشيء ويا Peak Time اهني لو تلاحظون 7.36 وحني مطلعنا 7.46 بعد فرقية بسيطة بس يعني مو بشي غلط هو وبس لانه يدقق زيادة من طريق الماتلاب فهذا طلعنا Both Settling Time وال Peak Time بس تعليق بسيط عن Settling Time وهو طالبين يعني هم طالبين 2% اللي يكون في الماتلاب وهو 2% في طريقة طبعا نتغيرونا ل5% أو أي شيء يتابونا بس احنا المطلوب مننا 2% والدفولت في الماتلاب 2% واذا كملنا نسوي Plotting الفونكشن عشان نشوف كيف بيكون شكله بنروح بنحط Step GV اليوم احنا نكتب Step يعني بما معناه بيسوي لنا Plotting الترانسفور فونكشن مالنا ويا Step Input فلو سوينا الحين Step Input بيطلع لنا الResponse بهالطريقة وين عندك الأمبليتود بالتايم ففي هالغراف بنقدر نشوف كل هالمعلومات اللي شفناها هني بس يعني بطريقة تستخدام الCharacteristics من الغراف فعشان نتروح لCарacteristics تسوي Right Click Characteristics وبيطلع لك كل النتائج هني Right Click Characteristics عندنا الPeak response الPeak response بيعطينا النقطة اللي هي هني اللي فوق ولو تسهون كلك عليه بيبين الOvershoot اللي عندكم والTime يعني الPeak Time وكل شي اللي هو 7.37 مثل ما تلاحظون ونفس الشي نقدر نسوي حق كل شي ثاني نقدر نطلع Arise Time Settling Time Study State فعشان نحصل Study State من Part C نقدر من هني نطلع لو تلاحظون 3.33 نفس ما طلعناه اللي هو K value من Part C منزين فالقراف هذا يعني يراويكم إياه يعني من شكل يعني تإلستريت الأرقام اللي شفناها سابقا هني تحت ويراويكم كل البروبرتيز والكاركترستيكس من الكرب اللي يتبونا فهذا تطلعون Step Response بكتابة Step GV منزين فخلصنا حين هذا K اللي طلعناه 3.3 اللي هني فخلصنا حين من CUD عن طريق الماثلاب نكمل تعليق ثاني تقدرون تختارون الأكسس حق الكيرف أو حق الجراف ما لكم أول أكسس بيكون X أكسس وثاني واحد بيكون Y أكسس عشان بس لأن الـ مرات يكون يكون طويل أو قصير فبيستخدام الأكسس عشان بس تتحكمون في شكل الجراف ما لكم لو كملنا نروح ل Part E Part E يتكلم عن Pols و Zeros و تتحكم بسيط 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 جدا بعدما كتبنا الترانسور فانكشن ما للمجهز بنستخدم شيء اسمه PZ Map ف PZ Map لو سوينا copy paste هني بيطلع لكم الفانكشن ما لكم لو تلاحظون هني البول عندنا وال zero لكن ال access شوي يعني ما يبين واضح فيه فأنا اللي سويت بس غيرت ال access شوي عشان يوضح لنا الطريقة الغراف النهاية يوم نشوف ه ال access ال يديد حين نتشوف واضح هني عندنا ال two poles وعندنا zero ما لنا zero minus 33 point three نفس ما طلعنا z هني minus 33 point three وال pole minus 0.35 plus 0.421 i نفس ما طلعنا هني والثاني complex conjugate minus 0.421 لو تلاحظون حتى الفريكونسي والدامبين يراويكم هني في pz map فهاي الطريقة من الماطلاب تقدرون نطلعون البولز zero ومثل ما تشوفون هذا zero line أي شي to the left معنا stable to the right unstable خلصنا الحين من part e نكمل نشوف part f part f اقول using inversal plus transform and assuming input signal of step signal for u of s evaluate unit step response qi of t step input 1 over s cube plus 0.7 s squared plus 0.3 s فهذا يوم نسوي لها inverse راويتكم كيف تسوون لل inverse باستخدام حتى الماطلاب لكن إذا حبيتوا حتى في طريقة دايركتلي نسوي لها inverse وبيعطينا الجواب فأول شي لازم هني نسوي sims s اللي هو بما معناك نسوي لها symbolic variable فعشان الاس هذا ما نحدده سابقا يعني في الماطلاب ما نعطي value بس إنه يكون symbol فال qs نكتبه بنفس الطريقة هني 0.03 times s plus 1 نفس الطريقة اللي نكتبه هني مو بطريقة transfer function لكن بطريقة equation عادي بنكتبه هني و simply بس بنسوي عشان طلع qt i laplace qs s i laplace qs اهو function اللي عندنا و s اهو variable من الفونكشن هني فلو احنا بنكتب هذا بنسوي الحين في الماطلاب بس اصوي copy paste عشان تشوفون كيف فلو تلاحظون هني 10 over 3 minus 10 exponent اللي هو يعني رقم طويل وفي cosine وفي sine هو غير عن اللي احنا طلعنا بس هو مو معناته جواب غلط ليش لانه بس شكليا يعني مسوين الماث اللي ورا ال اي محولين بطريقة cosine وشايلين ال i ال value ما ال complex value لكن بعدين بنشوف هو بالضبط نفس الشي ال value اللي حصلنا هني مقارنة لل value اللي طلعنا سابقا هني فبس عشان اه تعرفون يعني اذا تبون حبيتوا عن طريق بدال استخدام ال rpk اللي راويتكم في الفيديو اللي طاف تبون تحصلون ال عن طريق من طريق الماتلاب هاي طريقة تتطرون تساوون اللي هو i la plus اهم شي الفونكشن تكتبون ها لتنسون ال step ال 1 over s يعني تضربون هاد ال original g of s by 1 over s وتكتبون بطريقة عادية بطريقة formula مو بطريقة الترانسور فونكشن وبعدين تستخطام function i la plus q us نوصل ل part g اللي يقول using matlab produce an open loop unit step response for the output of the hydraulic servo meter and verify the result by comparing it with the analytical result derived in f select time so that both transients and study state output are visible هذا بما معناه بنكتب بنكتب لازم نسوي كودي يعني أني قارن 2 غراف واحد يكون الاناليتيك و تكتب من mathlab نفسه يعني mathlab calculations و الفكرة إن نقارن هالغراف شكليا لازم يناسب الغراف هني شكليا ف الاناليتيك هو اللي سوينا في part f يعني بنستخدم qi of t وبنحل وبنحط هذا في mathlab نفسه الاناليتيك وبعدين بنحط لتايم فهني بيكون عنا التايم ما لنا وهني qi of t هاي الاناليتيك وهذا mathlab calculation بنسوي step response step response directly ما للترانسور الاساسي اللي هو gv تمام فلو نروح للماتلاب عشان نشوف هاذا كيف بنسوي اول شي بنسوي identify او determine time مالنا time scale مالنا في الحالة انا اخترت time scale lint space 0 to 25 اللي هو بما معناه time بيكون من 0 to 25 وبكون يعني من قسم على 100 قطعة تقريبا زين و q analytical سوينا variable identify اللي هو اللي طلعناه من السابق q analytical اللي هو طلعناه من part f يعني part f يوم حلينا حصلنا هال equation اللي هني qi of t minus 1.67 plus اللي هو كامل حطيته يعني نفس ما هو في الماتلاب اللي هو minus 1.667 plus نفس ما تشوفون استخدمت exp exponential وكامل كتبته نفس ما هو في الماتلاب مثل ما حصلنا كتبته في الماتلاب وبعدين هاد الq analytical سميت qan فبعدها كملنا وكتبنا qth equal step gvt بما معناه الحين step function احنا تشفناه قبل شوي هو يسوي لنا plotting مالنا لكن في هالحال احنا ما قاعدين الفكرة ما قاعدين نسوي plotting الفكرة قاعدين ناخذ values لنسوي ويسو ما الـ gv cheat ما ما عناه الماغن لخطو alah ماليوز من ماليوز ماليوز بالاصح اللي اساوي الión التشفة مع gv مع حسب تي يوم يكون هذا السكيل مالع عشان السكيل يصاون بعض يوم بنسويهم في البلوتينج حق الـ QAN والـ QTH الـ QTH هو Qtheoretical و QAN هو Qanalytical فلو نروح للبلوتينج نزين لو تلاحظون هنا في البلوتينج كتابة T حق بوث T أول شي بنبدأ step by step T حق Qanalytical نزين واخترنا هاي البروبرتي خليناه لون أزرق اللي هو B حق بلو وبعده سوينا بلوت T ويا Qtheoretical اللي هو الـ Y values هنيه من step of GV وخلينا مجندة وخلينا اللاين يكون داشت عشان بس يبينون على بعض فلو احنا كتبنا هاد الفونكشن الحين عشان بس تشوفون بيطلع لنا بيطلع لنا كورف نفس شي لو تلاحظون يعني هو أزرق ووردي ووفرلابينج على بعض ومعنات يعني الاناليتيكل كومبيرد ويا الثياراتيكل الصحي يعني الاناليتيكل المثل اللي استخدمنا طلع نفس الفاليوز حق الثياراتيكل اللي طلعها الماثلة واذا كملنا في طريقة ثانية حبيت بس راويكم وهو بطريقة استخدام لنا هذا الحين الـ QAnalytical استخدام اللا بلاس اللي طلعناه احنا سابقا من بارت F لكن اذا بغينا نستخدم هنا الـ inverse la plus من الماثلة اللي طلعناه من طريق الماثلة فبنكتب نفس الشي اول شي T equal line space الشي اللي بيتغير هني فقط وهو سميته QTV بيساوي subs QTT بما معناه احنا هني فوق عندنا QT يساوي inverse la plus تمام فهذا الـ QT function معنا هاي الـ QT نفس الـ QT اللي هني subs الفنكشن subs يساوي substitute الـ values مال T في هالحالة اللي هو هادة T الـ in space 025 في الفنكشن QT في الفنكشن QT احنا الـ QT يوم طلعناه سابقا كان عندنا 10 over 3 exponential شي 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 times T ما ادري يعني long equation فكل اللي سوينا سوينا substitute value حق الـ variable هناك الـ symbol variable سوينا لـ substitute value مال T's هنزين وحطينا هالـ value في QTV فالحين الـ Y values ما الـ QTV طلعناه من هني اللي هو الـ QT آي لبلاس طلعنا الـ values ما له والباقي نفس الطريقة اللي سويناها سابقا اللي هو الـ Qtheoretical step GVT وبعدها سويناهم plot هني غيرت الالوان في الـ plot بس عشان شكليا يكون غير وذا سويناه plot الحين بيطلع لكم هاي الغراف مثل ما نتوفون سويتها red and green بس عشان نتوفون الفارق وهو بالضبط نفس الغراف اللي سيطلعناه سابقا ولا شي يتغير يعني بس مثل ما نتوفون يعني في طريقتين لو حبيتوا تسوونا لو تكتبون الـ equation كامل من الـ F value اللي حصلناه سابقا أو طلعون الـ equation اللي طلعتوا من الـ I لبلاس هني فوق وتسوونا substitute values حق QT وهذا نهاية يعني task 1 ومثل ما نتوفون كل شي في الماتلاب يعني simple وبسيط وهو في شوية equations وفي شوية functions زداد اتوقع ما تشايفينها من قبل لكن ولا شي معقد يعني وتطبيقه سهل الحين بداية task 2 طبعا task 2 هالسمستر بس لازم نسوي part A و B فباشرح لكم بس part A و B في task 2 هو فكرتها يكون في feedback loop وcontroller design فfor this task it is required to use the open loop transfer function obtained from task 1 to design a PI controller using feedback loop arrangement described for the following signals and systems فعطونا احنا كمن سيجنل وكممن سيجنل وبراويكم step by step كل واحد شو معناتا وكيف نسوي الـ construction of a blocked diagram فلو نروح للبيسيكس في البداية احنا الترانسور فانكشن اني ترانسور فانكشن انزين يساوي output over input ولو حبينا نرسمه هاذ بما معناه يعني الـ input in في البلوك البلوك ما اللي يكون ترانسور فانكشن وهني يكون الـ out احنا الترانسور فانكشن طبعا طريقة ثاني كتابة هالشي تقدرون تقولون الـ output out يساوي ترانسور فانكشن times in times in نزين يعني بس اللهم ودينا هالإنبوت ويبناه فوق فالـ output يساوي ترانسور فانكشن times in فهذا سيمبلي بنكتبه في بلوك دايجرام لو حبينا نكتبه في بلوك دايجرام بيطلع لنا شدي شكله فكل اللي بنسويه بنسوي كل هالإشياء فوق التطبيقات نفس الطريقة بالضبط فبس عشان أذكركم إحنا عندنا المين انبوت مالنا وهو الركومندد لفل هني أوف ستيل مولد الـ R of T هذا المين انبوت مالنا والفاينل أوتبوت مالنا والفاينل فاينل ما الكامل هو الـ HM of T اللي هو الأكشوال لفل بما معناه إحنا حين كان عندنا السويتش هني حطينا السويتش بغينا مثلا 10 اللفل ماله انزين فإحنا نتوقع أنه يكون 10 اللفل ماله في البروسس كامل يستوي الأوتوت مرات ممكن يطلع 8 ممكن 9 ممكن 11 على حسب السيشواشن يعني وعلى حسب الدستوربنس فهاي الفكرة الفكرة عندنا الـ R of T الركومندد لفل اللي إحنا نختار الانبوت وبعدين عندنا الـ HM of T وهو الأكشوال الانبوت اللي يستوي في السيستم اللي هو الأوتوت وما للكنترول سيستم يعني تمام فبنوصل بنروح ستب باي ستب براويكم حين كل سيستم كيف وصلنا له وكيف رسمنا الفاينل بلوك تايجرام فلو نروح للـ E of S هني ما عندنا ملتبليكيشنز عندنا ماينس و بلس يوم يكون عندنا ماينس و بلس نستخدم السميشن سيركل اللي هو يكون بلس ماينس مثلا زين يكون هني انبوت وهني انبوت ويطلع مننا أوتبوت مثلا يعني زين ففي هالحالة في E of S E of S عندنا يساوي R of S منس HM بما معناه الـ E of S بيكون هني هذا الـ E of S لأن هذا الاوتبوت هذا الـ E of S السميشن قاعد يستوي بين R of S و HM فعندنا الانبوت المين انبوت مالنا الـ original input اللي هو الـ R of S ما للسيستم منس HM اللي هو بيكون هني HM M of S فلو حبيت بس أرد أرسمها هني بطريقة مرتبة بيكون عنا الـ plus هني المينس هني المين انبوت الـ original input اهو R of S الـ negative انبوت اللي فيها الحالة منس HM من هني وبعدين عندنا أوتبوت مالنا اللي هو E of S فكرة هني الـ E of S هذا لو تلاحظون عندنا الـ original الـ original input والـ final output من الـ control system فبما معناه الـ E of S هني عندنا الـ error value مالنا قاعد يحسب R of S الـ input والفرقية بين الـ input والـ output وبعدين بنشوف لأن بس HM of S الـ output مالنا اللي هو نفس الـ final output معنات عندنا يونيتي فيدباك اللي بتشوفونا بعدين يوم بارسة من الـ block diagram فسيمпلي لنا هني عندنا منس هاي طريقات كتابته بيكون عندنا نصمميشن سيركل R of S الـ main input ما لننعرف من السيستم لنا هاي الـ main input فبنكتب اول شي كالإنبوت بعدين عندنا منس HM بس طبعا نقدر نكتبه فوق أو تحت ما فرقت بس فور simplicity قعد اكتبه تحت هني minus HM of S وبعدين عندنا output اللي هو E of S عنروح للي بعد لو تشوفونا هني عندنا simple transfer function output U of S input E of S و C of S هو transfer function مالنا نزين فبنكتب نفس مكتبنا أساسيا فوق اللي هو output over input يساوي transfer function فعندنا هني input اللي هو هذا E of S input عندنا transfer function اللي هو C of S عندنا output اللي هو U of S بس وخلصنا يعني هيا حق هالبارت هذا هو simple transfer function ماله لو كملنا لللي بعد نفس الفكرة بالضبط عندنا QI of S output U of S input و GV transfer function U of S هو input عندنا transfer function GV of S وبعدين عندنا output QI of S QI نروح للي بعد لو تلاحظون هني عندنا two things عندنا أول شيء transfer function كامل يعني اللي هو input output وبعدين عندنا summation اللي هو QI minus QO أو يعني S أو S S أو S يعني Q أو S بيكون طبعا نزين خلنا نسمي تذي فترانسفور فونكشن ما لنا صار HM أو S يساوي GP أو S تايمز Q أو S بنرجع لها بعدين بس هذا نفس الشيء اللهم إحنا سمينا QI أو S يساوي Q S فلو بغينا أول شيء نبدأ ويا هذا نبقى نكتب أو نرسم بالأصح فلأن عندنا مينس أو بلس أو يكون هني عندنا summation circle فأول بيكون summation circle السمميشن circle هذا الانبوت ماله QI أو S مينس QO أو S يعني بيكون في input وفي output فعندنا plus و minus الزين الانبوت نعرف أن Q S في هالحالة اللي بيطلع من السمميشن circle وهو Q S اللي بييداخل البوزيتف بارت وهو QI S وبعدين عندنا النقات اللي هو QO S بعد أقول نقدر نكتب QO فوق ونحط المينس فوق يعني هنا مثلا يصير مو غلط بس 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 و هذا يعني السمميشن الحين هذا بس حق هالبارت يعني حين هالبارت هذا بس يطبق عليه هذا هاي بس هالبارت يعني هذا بيكون بارت ثاني بروحه حين عشان نروح ال HM S فكرة السابقية اللي هو هني اللي نستخدم انبوت وآوتبوت وعندنا ترانسور فبلوك ستريت فورورد الانبوت ما لنا هني Q S عندنا بوكس اللي هو ترانسور فانكشن GP S بعد عندنا آوتبوت HM S حلو فهاي خلصنا الحين منه مثل ما ترانسور بوكس وحطينا لـ Q S بس عشان يكون واضح يعني مثال تقدرون تكتبون حتى هني بدال Q S مو لازم تحطون تقدرون تكتبون QI S minus QO S يعني مو لازم تسوو نتروديوس فاريبل يعني شرط نزيل نفس الشي هني يعني هني نقدر نكتب QI S minus QO S يصير بس عشان يسهل لكم الوضع ويتشوفونا بوضوح حطيت أنا ساميته Q S اللي هو الديفرنس بين QI و QA ونروح لآخر واحد QO S يساوي AM times VP نفس الفكر بالضبط AM هنا فيها الحالة ترانسفور فانكشن ما لنا فعندنا input VP S هذا الانبوت هنا output ترانسفور فانكشن أول ترانسفور فانكشن AM بعدين output QO S A M here constant Am equal one فمعنات هاذا مو ترانسفور فانكشن أقدر River نكتبك أجن وبعدين أوضح لكم هالموضوع في Semuo ان شاء الله بس لو تلاحظون كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء نفس الشيء كل ترانسفور طبع بي طلعونا ون باي ون أهم شيء الفكرة تعرفون وين تبدون ليش لازم تعرفون وين المن المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة fulness لننسى UnimConnect شي اللي بعد Eof S هذا حين كأنه نفس اللاين يدخل في Cof S فهني عندنا Cof S وش اللي يطلع من Cof S الUof S Uof S نفس الفكرة هني عندنا Uof S وUof S فيطلع من اهني ويدخل هنا في GVof S GVof S نفس الفكرة بعد QI لQI يروح في سميشن سيركل فهني QI عندنا يروح في سميشن سيركل عندنا بلس عندنا مينس وعندنا الQO لو تلاحظون هالQO قاعدين من هني قاعدين من هني يعني فيه هني بعد ترانسور فانكشن اللي هو AM هذا الترانسور فانكشن هني هذا الأوتبوت قاعد يروح لكم في الQO نفس الQO فهذا الAM وهذا الانبوت ماله VP of S طبعا هذا الVP هو ال هذا الVP يعتبر في هالسيستم بعدين بنشوفه فنكمل حين اللي يطلع من هني هو QO of S أو سوري Q of S اللي هو QI منس QO ويروح لكم في GP of S GP of S وفاينالي يطلع HM فلو تلاحظون هني في البداية عندنا بعد HM of S هاي HM of S هذا الفيدباك مالنا لأن هذا الLINE HM of S يعني لازم يستي يترك مياه هذا فطالما it's exactly the same value طالما it's exactly the same value نقدر نقول هني عندنا unity feedback بما معناه ما عندنا ترانسور فانكشن حق الفيدباك تحت يعني اللاين هاذا ون اللي هو unity feedback يسمونا unity feedback كل اللي سويته هو عندنا HM of S هني فلان هال HM of S يساوي هال HM of S يعني مو فانكشن غيره الفيدباك لوب مالنا ب يعني هذا كامل حين HM of S هاذا بعد HM of S اي شي يطلع لان output من هني سيد يكون HM of S فكامل هال line HM of S كامل يرجع HM of S نفسه ويرجع في negative وهذا البلوك ال بلوك مثل ما تشوفون C S هو ال تحيدون هاذا التحيد على حسب الفلوسيتي والآريا والجي بي of S هو الفونكشن وعندنا الانبوت اللي هو R of S اللي هو الركومند و HM of S هو ال اكشو ال اوتبوت وهاي الفاينل بلوك دايجرام حق الفونكشن فلو نروح للسيمي لينك عن طريق الماطلب كل اللي بنسوي بنسوي البلوك دايجرام اللي سوينا في بارت اي بنرد نرسمه بس في السيمي لينك وهذا هو يعني ما يبال لشي ف اول شي بنروح لل براوزر بنروح سيمي لينك اول واحد ولازم نحط احنا اول شي الانبوت مالنا اللي هو R of S value ال R of S value الانبوت مالنا هو بيكون source اللي قاعدين نحنا نستخدم هني في احنا لل step اللي هو هني تحت في step هذا step بنحط بعدها نحتاج احنا summation لو تلاحظون عندنا summation circle حق summation منروح في كومن ليوز بلوكس اول واحد وفي هني تحت sum السم هاذا بنيبة بنحط هني لان بنحتاج اثنين بحط بعد واحد من الحين بعدين بنروح ندور الترانسور فانكشن لانا نحتاج احنا فور ترانسور فانكشن فبنروح للكنتينيووس اللي هو ثاني واحد ولو تسلون scroll down تحت بتحصلون الترانسور فانكشن هني فبنحط احنا اربعة تحصل ونهايت بيكون ال sync مالنا اللي هو بما معناه ال output او ال scope اللي يعني ال scope بما معناه بيكون الشيء اللي بنشوف اللي بيطلع لنا ال graph اللي بيراوي ال graph فهذا ال scope مالنا وبس وهاو الحين بس اللهم لازم نسوي ال connection فبنبدأ الحين بال step تسوي connect هني في البداية بس بنسوي ال connection وبعدين بنرتب شوي وبنحط الارقام وكل هذا ولو حبيتوا تسوي روتيت تقدرون control R يسوي لكم يا روتيت فاحنا نبا ال output يكون فوق فبنتم نسوي control R لما ال output يكون فوق وبنوصل ال output هذا الترانسور فونكشن ما لنا النهائي بس طبعا نحنا نحتاج هني نحط شسمة بيكون في feedback فالفيد باك بنسحبه من هني من زين بنسوي لدراج طبعا تقدرون نسوي لدراج بأي نأني ديركشن هني في اسهم صغيرة ما ما بتبين في اسهم اهني هذي الاسهم زين فالاسهم هاي تضرب علي عشان تسوي دراك في هذي الدي الدي راكشن مبراضي مبراضي من زين فأي ويبت وتسوي connect الحين تمام فهذا حين بيكون feedback system مالنا تقريبا يعني فوق شوي ننزل هذا هذا feedback system مالنا الحين بس هني بعد بيكون عندنا input بس في هالحالة يعني خلوه بس شي أحمر لأن ما في value حق ال VP هذا الحين VP of S مالنا ما عندنا احنا value حق vp of s يعني عادي بس تهدونا تشي وبس بعدين بنكتب vp of s بس عشان يبين الحين لو نروح نبال نسوي settings مالنا step input مثل ما هو زين ولا شي بيتغير في او كي بنروح لل summation طبعا double click قاعد زوي double click فبنشوفون plus plus احنا نبال plus اول واحد وثاني واحد minus بنشيل plus وبنحط minus apply ok فالحين لو تلاحظون هني stu minus تحت وplus فوق بعدين عندنا هني c of s احنا قاعدين نسوي follow بس فوق هني c of s وكل شي ف c of s مالنا set c of s equal one فالطريقة اللي تسوونا set تقدرون بس تحطونا one 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 apply stu one over one يعني كترانسفر function الاسم تقدرون تسوونا select وتسمونا مثلا فيها الحالة c of s حتى حق step تقدرون تغيرون بدال step تسمونا مثلا r of s حق كل شي تقدرون تغيرون اسمائهم على حسب لي tab هنا بنروح للي بعد اللي هو gv of s gv of s لو تذكرون من قبل gv of s هو الترانسفر الطويل اللي في 0.03 فوق وهذا كامل transfer function u of s to q i of s اللي كنا نسوي للا plus وكل هذا فبنحط ال coefficient ماله بنفس طريقة كيف كنا نسوي transfer function في الماطلا بنفس الطريقة بنكتب هني ففي numerator coefficient بيكون عندنا 0.03 s plus 1 0.03 0.03 0.03 اول رقم مالين space 1 والدينوميناتر كان اول واحد s squared coefficient 1 ثاني واحد كان 0.7 وثالث واحد كان 0.3 اللي هو s squared plus 0.7 s plus 0.3 بنسوي apply لو تلاحظون الحين هني بس نكبر شوي لو تلاحظون الحين عندنا هني الفونكشن يبين كاتبين الرقم مالنا اللي هو 0.03 s plus 1 over s squared plus 0.7 s plus 0.3 و تقدرون نفس ما قلت تضربون عليه وتحت الترانسور فونكشن تغيرون اسم gv of s عشان بس يكون واضح هنروح للسميشن الثاني نفس الفكرة اهو plus minus فبنحط اللي هو am وبعدين بنكمل هني 1 over s هذا الفونكشن اللي هو gp of s من اول سؤال لو تحيدون كان 1 over s فعشان تكتبون 1 over s هني بيكون coefficient 1 وبعدين 0 لانه 1 over s plus s power 0 ف apply فعندنا ترانسور فانكشن 1 over s هذا اسم gp of s وطبعا بعدين عندنا الـ out وطبعا اللي هو scope و شو بعد بقى اللي باقي الحين بس تقدرون تحطون لو تسوون double click اي مكان على الشاشة تقدرون تسوون شي اسمه create annotation وتقدرون تكتبون الفانكشن ما لكم يعني مثال تقدرون تكتبون e of s زين لو كتبنا e of s وبعدين تقدرون تسوون drag around وتحطونا هني مثلا وتسوون حق الباقي بعد وكل بس عشان توضحون السيستم ما لكم شكله بس عيد عشان تسوون double click create annotation وتكتبون اللي تابون تكتبون وبس وهذا هو السميلينك block diagram بسيطة جدا ما يبال شي وسو بس يعني تقدرون تكتبون بطريقتكم ترسبون بطريقتكم تقدر طبعا تقدرون طبعا تحطون الترانسور فانكشن زال سبيسي مال مرتب وكل وسميلينك وايد يساعد في الموضوع وهذا الموضوع النهائي يعني فخلصنا الحقيقين من تاسك وون وتاسك تو كومبليت لي انشاء الله هالفيديو أو هالفيديووين بالهصح ساعدكم وايد واتمنى لكم كلكم التوفيق انشاء الله